ترككم هقولكم على خبر تاني يخصينا دي لأهدي الأهلي بيشوف مدافع مارسكولي عايز مدافع جديد وثامة جلال لعب بيرامدز مدافع بيرامدز من متفعين الكبار ومدافع دولي وثامة جلال عقده ينتهي مع بيرامدز بنهاية الموسم الحالي وفي اتفاق بينه وبين بيرامدز على التجديد لمدة ثلاثة مواسم قادمة هذا الاتفاق هذا الاتفاق لم يوقع رسميا حتى هذه اللعظة يعني آه في اتفاق بين أسامة جلال وبيرامدز بس لم يتم هذا الاتفاق وما زال النادي الأهلي يتحدث وما زال النادي الأهلي مهتم بأسامة جلال وده خيار مارسل كورر الأول في دفاع النادي الأهلي خاصة خاصة أنه النادي الأهلي كإدارة ولجنة تخطيط وجهاز فني متوقعين أو حطين خطة بديلة لو محمد عبد المنعم في كاس الأومة الأفريقية القادمة في شهر يناير جاء له عرض مغري في أوروبا ممكن يخرج في أي لحظة في يناير وهو عنده قريدي عروض مبدئية كده من أندايا في أسبانيا وإيطاليا وبالتالي الأهلي عايز مدافع بيدور على مدافع وتركوا مبارح لمحمد مغربي خيار للنادي الأهلي اللي أستعيده من سموها ولكن ده مش خيار أول بالنسبة لمارسل كورر خيار أول بالنسبة لمارسل كورر أسامة جلال مدافع فريق بارمتز